التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نيب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مقر اكسبو 2020 دبي عصر اليوم فخمت جاير بولسنارو رئيس جمهورية البرازيل الصديقة وتبادل صاحب السمو الاحاديث الودية مع الرئيس البرازيلي حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في إطار الفرص المتاحة والمستقبلية مع تأكيد الحرص المشترك على دعم أواصر الصداقة بين البلدين وأهمية تحديد متطلبات ترسيخ الدعائم الشراكة الاستراتيجية ضمن مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء اهتمام دولة الإمارات بالتطور الذي تشهده البرازيل ضمن العديد من المجالات منوها سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية البرازيل الصديقة على المستويات كافة وخاصة في مجالات التجارة والزراعة والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب فخامة الرئيس البرازيلي عن تقدير بلاده لدولة الإمارات قيادة وشعبا وحرص البرازيل على دفع علاقات التعاون بين البلدين قدما وقد شهد الجانبان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين شملت مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم ومذكرة تفاهم للشراكة في عقد فعاليات التعاون والمناقشات الدولية بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومؤسسة الإكساندر دياغو سماوة